السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دكتور ردة الواحي ان شاء الله في حلقتنا النهاردة هنعمل مع بعض اقوى بروتين طبيعي للشعر وده بيتميز ان هو بمكونات طبعية مية في المية ومتوفرة في كل بيت وملوش اي اثار جانبية وبتميز استخدم للكبار والاطفال طب بيعمل ايه بيعمل فرد طبيعي للشعر ترتيب للشعر وفروة الرأس لمعان وتنعيم للشعر ومع الاستمرار في الاستخدام بيتطول الشعر مع الاستمرار في استخدام وصفتنا النهاردة بتطول الشعر يعني من النهاردة وده عن للسشوار وده عن للمكوة وده عن للبروتين الكيميائي اللي بيسبب تساقط للشعر ونيجي لطريقة عمل وصفتنا النهاردة واول حاجة المكونات بتتكون من ايه ثمرة موز مضروبة في الخلاط النشا زي الزاتون وعسل نحل نعملها مع بعض اول حاجة هناخد اربع معالق من النشا اربع معالق كبيرة من النشا بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون اتنين بعد كده هنضيف عليهم اتنين معلقة من العسل النحل اتنين معلقة كبيرة عسل النحل وهنقلبهم كويس جدا وبعد ما نخلطهم كويس هنضيف عليهم الموزة المهروسة ونكمل ونخلطهم كويس جدا وهنفضل نقلب لغاية ما نحصل على قويام كريمي لغاية ما نحصل على قويام كريمي وفي النهاية ده شكل النهاية لوصفتنا النهاردة طب هنستخدمها ازاي الاول هنخسل شعرنا كويس بعد كده هنشفه برضو كويس بعد كده هنفرق الشعر لنصين بعد كده هنبدأ نفرد الوصفة بتاعتنا من الجزور الى اطراف الشعر بعد كده هنسرح كويس جدا عشان نتأكد ان الوصفة وصلت لكل الجزور والشعر بالكامل بعد كده هنلف الشعر كحكة وبعد كده هنطركه لمدة ساعة وبعدين نخسل بالشامبو والبلسم بتاعنا طب هنعملها كم مرة هنعملها مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع وبنتيجة النتيجة ان شاء الله من بعد اول مرة استخدام هتحس بفرق كبير جدا ومع الاستخدام هتحس ترطيب زيادة للشعر كمان فرد للشعر تنعيم ولمعين ومع تكرار استخدام الوصفة هيحصل تطويل للشعر يعني مع استمرار في استخدام الوصفة هيحصل تطويل للشعر وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة كونوا استفدتم منها اي استفسار سيبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته